جيوب اللاسة مشكلة مهمة جدا المريض ما بيقدرش يحدد فيها اذا كان الدروس هاي اللي بتوجعه ولا الجيب اللي ما بين الاسنان جيب بوكت ايا كان المصطلح اللي انت سمعت عنه قبل كده من اسخف الحاجات اللي بتورد في طب الاسنان عندنا او المشاكل اللي بتجيلنا في العيادة والمريض بتاعها بيكون متقلم قلم شديد جدا ممكن بيحسسه ان الدرس بتاعه محتاج حشو عصد وهو مش عارف في ايه بالزبط وكمان بيبقى فيه ده كاترة ما بتقدرش تحدد ايه نوع الشكوى دي غير بالاشاعة والكشف الدقيق جدا طيب هي ليه مزعجة قوي كده هي مزعجة عشان خطر هي بتبقى ما بين الاسنان وكمان الدكتور ما بيبقاش واخد بالو منها ما يقدرش يشوفها غير بالاشاعة وغير لما يكشف بالكشف كويس جدا يبتدي يشوف ايه اللي موجود هنا بيلاقي المسافة ما بين الاسنان وعزها طيب ده لو تسابه متعليكش هيحصل له مضاعفات واضرار خطيرة جدا تعالوا نشوف بقى الموضوع بتاعنا النهاردة هنتكلم في كل حاجة بالتفصيل عن الجيوب اللسوية يلا فينا اول حاجة عايزين نتكلم عنها وايه هي الاعراض اللي بتقول ان ممكن المريض عنده جيوب لسوية اول حاجة بيبقى فيه التهاب في اللسة بيبقى فيه ألم في اللسة وألم في الأسنان بيكون فيه نزيف في اللسة وبيكون فيه رائحة فم كريهة طبعا رائحة الفم الكريهة دي هي اسباب كتيرة جدا احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده في فيديو بالتفصيل لو عايزوا هتلاقيه في علامة الاي بتفرج عليه بعد الفيديو ده كمان بيكون فيه تخلخل في الأسنان او فيه الأخلاخة في الأسنان والحاجة بقى الأشهر والأهم وهي ان انت بتحس ان فيه زيادة في الفراغات ما بين الأسنان بتحس ان المسافات ما بين الأسنان واسعة ان ممكن ان هي تعدي منها اي حاجة طيب كده بعد ما اتكلمنا على الأعراض عايزين بقى نعالج المشكلة دي يا دكتور خليني متفين في الأساس ان انت عشان تعالج المشكلة دي لازم تعالجها عند الدكتور الأسنان لازم تعمل تنظيف للجبدة بشكل كويس ولازم بيتحين فيه مواد معينة وبتمشي على تعليمات معينة بعد ما الدكتور يقولك على خطة العلاج دي لكن هنتكلم على اللي ظروفه مثلا مش قادر او هو مثلا في مكان مش قادر ان هو يتواصل مع دكتور أسنان ان هو يروح يعالج الموضوع ده فيه عندنا أربع طرق منزلية هتفيدنا في ان احنا نعالج الجيوب اللي سوي أول حاجة وأشهر حاجة وأقدم حاجة في التاريخ وهي المضمضة بمية بملح المية بملح دي سحر يا جماعة ناس كتيرة جدا ما تعرفش الفوائج بتاعتها بس طبعا لازم تبقى عارف المقادير اللي انت تستخدمها بشكل كويس ربع معلقة ملح او رشة ملح على نص كوباية مية ده لازم اللي احنا نستخدمه ما ينفعش ان احنا نحط كميات ملح كبيرة جدا لان الموضوع هي اللي بمعنى بالعكس ممكن يعمل لنا التهابات في الخد من جوه والتهاب في اللسل المية بملح لها خصائص مهمة جدا في ان هي بتتخلص من البكتيريا اللي موجودة في الفم فدي بتبقى مفيدة معنا جدا في ان احنا نتمضمض بيها بتريح معنا حالة الجيب وبيتعقمه بشكل كويس وعشان نستفيد من الموضوع ده لازم نجربه مرتين في اليوم على الاقل والميزة هنا في المضمضة بمية بملح ان احنا مش زي غزول الفم بمواد كموية معينة بحيث ان احنا نبقى محتاجين ان احنا نستخدمه في خلال اسبوع خلال اسبوعين ما نقدرش نزود عن كده لا المية بملح ممكن نستخدمها بشكل يومي وممكن نستخدمها على فترات طويلة جدا مفيش منها اي ازا حتى لو اتبلعت مش هتقزي حاجة دي مية بملح تاني بحاجة معنا ودي ممكن تبقى غريبة شوية وهي الشاي الاخضر طبعا اول ما بتسمع سيلة الشاي الاخضر بيجي في بالك التخسيس وحرق الدهون والحاجات دي كلها بس اللي انت ما تعرفوش ان الشاي الاخضر مفيد جدا في ان هو يريحك من الجيوب اللي سوية بس طبعا ما نحطش عليه سكر خالص لان لو حطنا سكر الموضوع هيالب معناه بالعكس كمان هو مفيد جدا في التخلص من رايحة الفم الكريهة تالت حاجة ودي منطقية بقى المفروض ان هي ما تبقاش غريبة وهي غسيل الاسنان طبيعا ان انت لازم تخسل سنانك طول ما انت ما بتخسلش سنانك هتلاقي جيوب اللي عندك طبعا الالتهاب اللي فيها جديد لكن لو غسلت سنانك بشكل يومي بالفرشة والمعجون مرتين في اليوم على الاقل مرة الصبح لما تصحى من النوم ومرة بالليل قبل ما تنام هتهدي معاك حالة الجيب شوية رابع حاجة ودي مهمة جدا وانا شايف ان دي اهم نقطة فيهم وهي استخدام الخيط الطبي لازم الخيط الطبي اللي نستخدمه ده يكون حاجة معقمة ما يكونش الخيط اللي عندنا في البيت ما يكونش خلة لان هي بتوسع المسافات وبتكون بشكلها مش معقم فلازم الخيط الطبي اللي موجود في الصيدلاء ده نستخدمه عادي بشكل يومي نستخدمه بعد كل وجبة بيطلع معانا بقايا الاكل اللي موجودة ما بين الاسنان ده طبعا بيحافظ على ان الجيب الحجم بتاعه ما يكبرش كمان بيقلل من فرصة ان يتكون تسوس ما بين الاسنان بسبب الاكل اللي بتحشر ده كمان بيرايح معانا حالة الجيب شوية وبيخلي المضمضة بتاعتنا او الغسول اللي احنا بنستخدمه يشتغل بشكل قضاء وبس كده خلصت حلقاتنا النهاردة اتمنى اكون اعرفتكم كل حاجة عن الجيوب اللي سوية هي الاعراض بتاعتها وازاي ان احنا نعالجها في البيت لو لسه عندك وانا هرد عليك ما تنساش ولو استفدت من الفيديو ده ادعي لي دعوة بظهر لغير سلام